السلام عليكم ازايكم النهاردة معنا درس بسيط جدا وسهل جدا الدرس بكل بساطة ان احنا عايزين نخلي بيكبين بالمنظر ده الصورة كانت كده قبل وكده بعد عايزين نخلي بيكبين دي بابايد اسود ويلي حاولينا بيكبين يكون الوان درس بسيط ودرس سهل ما تنسوش تعملوا لايك الفيديو واشتراك للقناة واتفعلوا الجرس انا معاكم مهندس عام الحسن يلا بينا طيب يلا بينا عبركة اللاب اولا انا محتاجة اطبق التأسير بتاع الابايد اسود على الصورة طيب اطبقه ازاي عن طيب ان انا بروح تحت خالص هنا حاجة اسمها الادجوسمنت هدوس هنا كليك عليها وفي عندي حاجة مهمة جدا اسمها بلاك اند وايت هدوس على المنظر ده كده هتلاحظ بص اوتوماتيك كده ايه ده الصورة كلها شكل الابايد اسود وكمان هتلاحظ ان افتح معك بالمنظر ده ممكن تتحكم فيها بدرجات الالوان في الصورة ده ممكن تحكم بيها تمام وكمان هتلاحظ عندك فيه اتناشع عندك اللير ده بتاع الادجوسمنت اللي انت انشأته بالمنظر ده تمام ولكن انا مش عايز اعمل كده انا عايز اخلي جزء من الصورة يكون اسود وجزء من الصورة يكون ابيض فانا هدوس كنترول زد عشان اعمل تراجع وقفل ده كده وبتدي اعمل اول حاجة سيلكشن على الجزء اللي انا عايز تمام ان انا خليه ابيض سود طبعا انا ممكن اعمل سيلكشن على البيكبين او ممكن اعمل سيلكشن على السماء مش تفرق معي طيب ولكن اعمل اعمل على السماء عشان السماء اسهل شوية طيب هروح هنا الاداة هنا بالمنظر ده دوس كليك مين عليه على الاداة دي واختار الاداة اسمها الكويك سيلكشن تول وابتدي تزرع معي طبعا دايرة بالمنظر ده كده فبدوس الدال عشان اكبر دايرة والجيم عشان اصغر دايرة اعتقد بس دي ان هنا يكون بلص مش مينوس ابتدي تدوس كليك واسحب تلاحظها دا بشكل اوتوماتيك على الصورة تبدأ ان هتتعرف على التباين اللوني وبين اجزاء الصورة بس انا كده عملت سيلكشن على السماء اطبع الفلتر بتاعي ادوس هنا كليك واختار البلاك اند وايت فتلاحظ كده شايف بالمنظر ده ابتدي عمل السماء بالبيكبين بالالوان لو انت بقع يستعكس العملية دي احنا اصلا عايزين ناكس العملية دي اعزين نخلي البيكبين هي الابا دوس وتبص ما هي الالوان طيب اعمل زي الكلام دي عنده حاجة اسمها الماسك لما تيجي هنا في الير هتلعين في عندك ماسك تمام ممكن تدوس تفتح الماسك وتعمل انفيرت او في حاجة اسهل من كده بكتير دوس كنترول اي كنترول اي من الكيبورد شايف كده فكده عمل عكس الماسك فتلاحظ بص كده البيكبين عندك هي السوداء والسما هي الماون عندك وممكن تتحكم في الوان الابا دوسو بالمنظر ده العب مسلا في الريد هنا تمام العب في اليالوز صورة في الكرينز وهكذا استعيان بس كده خلاص خلاصت لكن ده سنة النهاردة اتمنى تكونوا استفادتوا واستمتعتوا بالفيديو لو اعجبكم الفيديو اعملوا لايك الفيديو واشتراك القناة وما تنسوش تفعلوا الجرس عشان نوصل لكم كل جديد هتلاحوا فرس في فيديو جروب عالفيسبوك وان شاء الله هكون متواجد معكم ايه انتم حابين ايه انتم درس حابينو يكون عن ايه شكراً اليكم و السلام عليكم اشتركوا في القناة